موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله اللهم صلي وسلم وزد وبارك وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين خير ما أحييكم به أيها المشاهدون الكرام تحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه المدارسات في علم القواعد الفقهية والتي انتهينا فيها من خمس محاضرات وهذه هي المحاضرة السادسة والتي نستفتحها بالحديث عن القواعد حيث انتهينا من الكلام في المقدمات من خلال هذا الكتاب الذي نتدارسه كتاب الوجيز في إضاح قواعد الفقهة الكلية وكما تحدثنا في المحاضرات السابقة أو في المجالس السابقة عن شجرة هذا الكتاب قلنا إن الكتاب قسمان القسم الأول المقدمات وفيه تسع مقدمات انتهينا منها بفضل الله تعالى في خمس محاضرات والقسم الثاني يتحدث عن القواعد وقسمه المؤلف إلى نوعين من القواعد قواعد كلية كبرى هذه الخمس قواعد أو الست قواعد وقواعد كلية غير كبرى وفيها خمس وعشرون قاعدة فك شوية يا برق الخمس وعشرون قاعدة كما ترون كتبناها هنا في الناحية الأخرى هذه هي القواعد كما ترون خمس وعشرون قاعدة التابع تابع اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان التصرف مع الرعية منوض بالمصلحة السابت بالبرهان كالثابت بالعيان إقرار الإنسان على نفسه مقبول الإقرار حجة قاصرة الإقرار لا يرتد بالرد إلى آخر هذه القواعد قواعد كلية ولكنها غير كبرى فإذن عندنا قواعد كلية كبرى ست قواعد وقواعد كلية غير كبرى خمس وعشرون قاعدة سوف نبدأ هذه نبدأ في هذه المحاضرة الحديث عن القواعد الكلية الكبرى التي هي ست قواعد بحسب المؤلف وجماهير أهل العلم قديماً وحديثاً على أن القواعد الفقهية الكبرى الكبرى هي خمس قواعد الأمور بمقاصدها اليقين لا يزل بالشك المشقة تجلب التيسير الضرر يزال العادة محكمة وهناك كتب في الحقيقة مؤلفة في كل قاعدة من هذه القواعد على حدة كتب متخصصة في كل قاعدة من هذه القواعد منها مؤلفات الدكتور عقوب الباحسين الذي خصص لكل قاعدة من هذه القواعد كتاباً خاصاً يبين فيها مفهومها وتعريفها وأدلتها وتطبيقاتها والقواعد التي تندرج تحتها ومستثنياتها كل هذا يبين في كل قاعدة من القواعد وهذه القاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله أبرز مؤلف فيها للدكتور محمود عبود هرموش العالم اللبناني الأصولي الذي رحل عن دنيانا قبل أيام عليه رحمة الله تبارك وتعالى وطبعاً كل هذه القواعد تحتها قواعد مندرجة تحتها قواعد كثيرة يعني ليست قليلة فنحن عندنا إجمالاً واحد وثلاثون قاعدة لكن لو حصرنا القواعد التي تندرج تحت كل هذه القاعدة لزاد العدد ضعف هذا العدد وزيادة فإذن في الآن سوف نبدأ بالقاعدة الأولى من القواعد الكلية الكبرى وهي قاعدة الأمور بمقاصدها الأمور بمقاصدها وقبل أن نبدأ نلقي ضوءاً فقط على معنى كلمة كلية وكبرى ما معنى قاعدة كلية كبرى القواعد تعرفناها في المحاضرة الأولى لكن كلية معناها أنها تعم أبواب الفقه الإسلامي كل أحكام الفقه الإسلامي تدخل تحت كل قاعدة من هذه القواعد ولا يند من أحكام الفقه الإسلامي ومسائله شيء بعيداً عن هذه القواعد كبرى يعني لا يوجد أكبر منها لا يوجد أعلى منها لا تندرج هي تحت قاعدة أخرى وإنما يندرج تحتها قواعد أخرى فهذا هو سبب تسمية هذا النوع من القواعد بأنها كلية كبرى أول قاعدة من هذه القواعد هي قاعدة الأمور بمقاصدها الأمور بمقاصدها وهذه القاعدة هي من أعظم القواعد من أعظم القواعد ومن أهم القواعد ومن أوليات القواعد حتى مجلة الأحكام العدلية صدرت المجلة بهذه القاعدة الأمور بمقاصدها وطبعا من ضمن ما استمدت منه هذه القاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذه القاعدة أو هذا الحديث كما قال العلماء نقل عن الإمام الشافعي أو نسب إليه أن هذه القاعدة أو هذا الحديث يدخل تحته سلس أحكام الإسلام سلس أحكام الشريعة الإسلامية وهناك طبعا شروح كثيرة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام وكما قلنا قبل قليل إن هناك كتبا مخصوصة ألفت في هذه القاعدة وفي غيرها من القواعد وهذا يدل على أهمية هذه القاعدة وهذا اللون من القواعد بشكل عام لأن هذه القواعد من شأنها أن تقلل الخلاف من شأنها أن تكون أداة في الوصول إلى أحكام شرعية لمستقدات ونوازل من شأنها أن تبين لنا مآخذ اجتهادات العلماء وآرائهم وما صدروا عنه من أدلة ومن استنباطات ومن اجتهادات ومن استدلالات ومن ضمن هذه الاستدلالات لاستدلال بالقواعد الفقهية وقد تحدثنا عن حجية القاعدة ومدى الاستدلال بها على الأحكام الفقهية وقلنا إن القواعد الفقهية التي هي نصوص شرعية أصلا وجرت مجرى القواعد سواء في القرآن الكريم أو في السنة النبوية مثل وأحل الله البيع وحرم الربا مثل الخراج بالضمان لا ضرر ولا ضرار في السنة النبوية كل هذه نصوص شرعية جرت مجرى القواعد فهي حجة حجة لأنها نصوص أصلا والقواعد الكلية الكبرى التي هي مصاغة بأسلوب خبري كما قلنا فهي متفق عليها بين المزاهب كلها لا يوجد خلاف حول هذه القواعد الكلية الكبرى ومن ثم فهي صالحة للاستدلال بها والاحتجاج بها والاستعانة بها والاستنجاد أيضا بها والرجوع إليها عند الإرادة إصدار أحكام فقهية على نوازل ومستجدات لم يسبق أن صدر عليها حكم طبعا عادتنا في شرح هذه القواعد بشكل عام أن نسير على منهج معين وهذا المنهج هو أن نعرف بالقاعدة تعريفا عاما معنى العام للقاعدة ثم نبين أدلة هذه القاعدة من أين أتت هذه القاعدة ما أدلتها من أين استمدت ما الذي يشهد لها من الشرع القرآن الكريم والسنة النبوية وكذلك أيضا نبين تطبيقات هذه القاعدة أمثلة هذه القاعدة حتى يتضح الأمر للمشاهدين ثم بعد ذلك نبين القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة بما أنها قاعدة كبرى فلابد أن يكون هناك قواعد كبيرة مندرجة تحت هذه القاعدة الكبرى ثم بعد ذلك نبين ما يستثنى من هذه القاعدة ما هي مستثنيات هذه القاعدة المؤلف هنا قدم الأدلة على المعنى ونحن نريد أن نعكس الأمر نأتي بالمعنى أولا ثم بعد ذلك نتحدث عن الأدلة التي تستمد منها هذه القاعدة الأمور طبعا الأمور بمقاصدها القاعدة هكذا صيغة والكلمة هكذا من أو القاعدة مؤلفة من كلمتين الأمور بمقاصدها والأمور جمع أمر ومقاصد جمع مقصد فحينما نعرف سنعرف أمر ونعرف مقصد ما تعرف الأمر الأمر ابن فارس في معجب مقييس اللغة وأنا أنصح كل إخواني وأخواتي ممن يشاهدوننا حينما يريدون أن يصلوا إلى تعريف لغوي لجزر من الجزور أو مصطلح من المصطلحات أن يرجعوا إلى كتاب مقاييس اللغة لابن فارس لماذا؟ لأن هذا المعجب يبين لنا المعاني التي يدور حولها الجزر اللغوي يحصر المعاني يقول هذا الجزر يدور حول كذا وكذا وكذا خمسة معاني سلاسة معاني أربع معاني يحصر وهذا ممتاز هذا مفيد جدا لطلب العلم حينما يريد أن يتعرف إلى مصطلح لغوي في اللغة العربية الأمر عند ابن فارس قال يدور حول خمسة معاني الفعل والقول والشيء والشأن والحال كلمة أمر تعني في اللغة هذه المعاني الخمسة نحن يهمنا من هذه المعاني معنيان فقط القول والفعل القول القول والفعل والفعل اقرأ كذا يا شيخ براق معنى القاعدة سنعود بعد المعنى إلى بيان الأدل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف حفظه الله معنى القاعدة أولا في اللغة الأمور جمع أمر ومعناه الحال والشأن والحادثة والفعل ودليل ذلك قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد أي حال وقوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أي الشأن والحال نعم ويقال أمور فلان مستقيمة أي أحواله والأمر يجيء أيضا بمعنى طلب الفعل وهذا المعنى ليس مقصودا هنا بل المقصود هنا بلفظ الأمر نفس الفعل وهو عمل الجوارح ومنها اللسان وفعله القول ومنها القلب وفعله الاعتقاد نعم والمقاصد والمقاصد جمع مقصد من القصد ومعناه الاعتزام والتوجه والأم والأم الاعتزام والتوجه والأم الأم ما معنى الأم الأم يعني التوجه يعني الإمام الشاطبي حينما تحدث في سياق من السياقات في كتاب الموافقات قال وهذا المذهب هو الذي أمه أكثر الراسخين أمه يعني توجه إليه اعتمده سلكه هذا معنى الأم الأم يعني التوجه والقصد والقصد يأتي بمعنى النية وهو المعنى المراد هنا وهو المعنى المراد هنا ولذلك المؤلف وكل من تناول هذه القاعدة عقد حديثا طويلا حول النية النية متى حكم النية أنواع النية محل النية مكان النية من العمل هل قبل العمل أم أثناء العمل أم بعد العمل تحول النية تغير النية واحد دخل على عمل فكان ينوي نية معينة فلما تلبس بالعمل غير نيته فما الحكم هل هناك أمور لا تحتاج إلى نية أم أن كل التصرفات بأقوال وأفعال لا بد لها من نية انتراقا من الحديث الذي صيغ بصيغة الحصر والقصر إنما الأعمال بالنية أو لا عمل إلا بنية فالنية هنا المؤلف يقول وهو المعنى المراد هنا ولهذا عقدوا لها حديثا مفصلا حول النية المعنى العام للقاعدة الذي ينبغي أن نسمعه جيدا وأن نشد به أيدينا صفحة 124 اقرأ كده الفقرة الأولى يا شيخ براق فمعنى القاعدة في اللغة إن الأفعال والتصرفات لا لا الصفحة التي تليها إن أعمال المكلف المكلف نعم ما الفرط بين المكلف والمكلف المكلف هو الله والمكلف هو العباد المكلف هو الله سبحانه وتعالى هو الذي يكلف العباد والمكلف هو العبد الأولى اسم فاعل والثانية اسم مفعول إن أعمال المكلف وتصرفاته من قولية أو فعلية تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء تلك الأعمال والتصرفات أو أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون موافقا ومطابقا لما هو المقصود من ذلك الأمر إذن المعنى العام للقاعدة هو أن الأفعال والأقوال التي تصدر عن المكلف معتبرة بالنية مرهونة بالنية محكوم عليها بما نواه المكلف الأعمال بالنيات الأمور بالمقاصد نفس نفس الشيء طيب هل هناك فرق بين النية والمقصد النية لماذا لم تقل القاعدة الأمور بالنيات ما دون نتحدث عن المفهوم نحن نتحدث ما زالنا نتحدث عن معنى القاعدة حتى الآن لماذا لم يقل العلماء الأمور بنياتها أو بالنية وفي نفس الوقت نكون قد نحتنا لفظا من السنة النبوية موجود في السنة النبوية وهذا أفضل لكن النية أخص من المقصد أضيق من المقصد المقصد أوسع من النية لأن النيات غالبا تكون في العبادات غالبا هناك طبعا نيات في الزواج وفي الطلاق وهكذا معتبرة لكن غالب الحديث عن النيات يكون في العبادات أما المقاصد فهي أشمل موجودة في العبادات وفي غير العبادات ولهذا كانت الصياغة هكذا كما قال العلماء هي أدق وأكثر دلالة وأكثر استيعابا للأحكام الفقهية في أبواب الفقه الإسلامي كله ولهذا قالوا الأمور بمقاصدها ولم يقولوا الأمور بنياتها أو بالنيات نرجع إلى الحديث عن أدلة القاعدة وأصلها من أين أتت هذه القاعدة؟ كل قاعدة فقهية لابد لها من أدلة لا يوجد شيء يقبل في الشريعة بلا دليل لابد من الدليل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وهذا الأمر يعلمنا نحن التعقل في الأمور ويعلمنا أن لا نصدر عن رأي أو نتبنى رأيا إلا إذا كنا مقتنعين بأدلته على علم بأدلته لا يمكن أن أقبل فتوى أو أقبل أمرا شرعيا إلا إذا كانت له أدلة والقرآن يقيم لهذا المعنى وزنا عظيما وآيات التفكر والتعقل والنظر والتدبر والتأمل بالعشرات في القرآن الكريم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض لعلهم يفقهوا لعلهم يتذكرون التدبر إن في ذلك الذكرى لأولي الألباب فاعتبروا يا أولي الأبصار آيات كثيرة جدا قل هاتوا برهانكم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا نحن يعني لا نريد أيضا أن يكون تناولنا للعلوم تناولا محضا تناولا هكذا فقط أكاديمي وإلى آخره بالتعرف اللغوي والاصطلاحي والأدلة نريد أن نستفيد من هذه العلوم استفادات تربوية استفادات دعوية في حياتنا هذه القواعد هذه القواعد يجب أن يكون لها أثر ودور يوظف في حياتنا العامة في معاملاتنا في الحياة الطبيعية يجب أن يكون لهذه القواعد العكاسات على حياة الفرد وعلى حياة الأسرة وعلى حياة المجتمع وعلى حياة الأمة والدولة وعلى حياة الراعي والرعية العلاقة بين الحاكم والمحكوم لابد أن تفعل هذه القواعد في جنابات الحياة في مجالات الحياة حتى في العلوم الأخرى العلوم الأخرى علوم للنفس والاجتماع والاقتصاد والسياسة والتربية وكل هذه العلوم يجب أن تفعل فيها هذه القواعد هذا مجال أيضا من المجالات المهمة التي تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى تفعيل وهي الانتقال بهذه القواعد من المجال الشرعي إلى المجال الإنساني مجال العلوم الإنسانية يعني هذه القواعد يمكن أن تطبق في الطب يمكن أن يكون لها دور في الهندسة في علوم الأرض علوم الجيولوجيا وعلوم الفلك وهذه العلوم هذه الأمور بما قصدها قاعدة إنسانية فإن هذه القواعد فيها أبعاد إنسانية يجوز للمسلم أن يأخذ بها ويجوز لغير المسلم أن يعملها وأن يطبقها وأن يفعلها في حياته الأعمال في الشركات في المؤسسات في كل شيء هذه القاعدة ينبغي أن تعمل في مؤسساتنا في الشركات في الجمعيات في الأوقاف في كل شيء تدخل هذه القاعدة وغيرها مما يناظرها من القواعد الأمور بمقاصدها المشقة تجلب التيسير كيف نطبق هذه القواعد في الطب؟ هذا أمر يحتاج إلى دراسات ويحتاج إلى ضبط هذه القواعد تضبط العلوم التي تفعل فيها وفي الوقت نفسه يحدث لهذه القواعد إسراء يحدث لها إسراء وسراء إذ إنها بهذا تنتقل من مجالها المعتاد إلى مجال غير معتاد ومجال ربما غير ملاحظ لأن كثير من الناس إذا ذكرت القواعد الفقهية ينصر في الزهن إلى أنها هي التي تستخدم في ضبط المسائل وانتظام عدد كبير من المسائل تحت معنى كلي أو قضية كلية ويستخدمها بعد ذلك المفتي والمجتهد والفقيه في الاستدلال بها على نوازل ومستجدات لكي يصدر عليها حكما فقهيا أو شرعيا طيب أين المجالات الأخرى؟ ألا يمكن أن تفعل هذه الألوان والأنواع من القواعد في العلوم الأخرى؟ في مجالات الحياة في الإداريات في الاقتصاديات في التربويات في النفسيات في الاجتماعيات في الثقافيات في الأخلاقيات في كل شيء في السياسة في كل المجالات في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أثر هذه القواعد في الدعوة إلى الله كيف يسير الداعية بميزان هذه القواعد؟ كيف يحققها في ساحة العمل الدعوي؟ كيف يكون لهذه القواعد أثر في توحيد المسلمين؟ في التقريب بين الأحزاب حتى الأحزاب السياسية التي تعمل في الساحات السياسية وفي مجال الوصول للحكم والرئاسات والوزارات وكل هذه الأمور ينبغي أن تفعل فيها هذه القواعد وهذا يدلك على عظمة هذه القواعد وأنها صالحة للتطبيق في هذه المجالات وقادرة أن تؤثر في هذه المجالات ضبطاً وترشيداً وتوجيهاً وتفعيلاً وتشغيلاً فهذه القواعد شيء عظيم شيء عظيم ولهذا نحن نؤكد دائماً ونكرر هذا المعنى ونلح عليه أن هذا العلم هو من أعظم علوم الشريعة الإسلامية من أعظم لا نقول أعظم هناك علوم أخرى مهمة وقد تكون أكثر أهمية مثل أصول الفقه والمقاصد وغيرها لكن علم القواعد علم عبقري علم يدل على عبقرية العقل ويدل على عظمة هذه القواعد وعظمة هذا العلم نعود إلى أدلة هذه القاعدة من أين أتت هذه القاعدة بعد أن طوفنا على المعنى التربوي والعمل الذي نستفيده من كلمة أدلة كل شيء لا بد أن يكون له دليل لا يوجد شيء اعتباطاً ولا عبثاً في هذه الحياة والعقل العقل الخرافي ليس من الإسلام في شيء العقل الجزافي الذي يقبل الأشياء جزافاً ولا يطلب الدليل عليها مخالف لمنطق القرآن الكريم الشعوزات والهرتلات والجزافات هذه لا يقيم لها الإسلام وزناً ولا اعتباراً ولذلك الذين يتحدثون عن العقل والنقل ويقولون النص يخالف العقل فهو أصلاً النص هو الذي يحض العقل على أن يتعقل وأن يتذكر وأن يتدبر ويتفكر وأن يطلب الدليل والبرهان فأين هذه المواجهة والمعارضة المزعومة ولهذا الإمام بن رشد ألف كتاباً عظيماً أسماه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال هناك والإمام بن تيمية له موسوع عظيمة أسماها درء تعارض العقل والنقل لا يوجد تعارض عندنا وهذه سنائيات أتى بها الغرب وزرعها في بيئتنا ليشغلنا بها وتبدت فيها طاقاتنا العقلية والنفسية وتسوأ بها العلاقات وتقطع بها الأرحام في حين أنه لا وجود لتعارض بين عقل ونص ولا بين مصلحة ونص ولا بين مقصد ونص ولا بين عقل ونقل وكل هذه سنائيات مخترعة وغرست وزرعت ودست في بيئتنا لكي تشغلنا عن حقائق الأمور ولكي نبدد فيها طاقتنا العقلية والنفسية العقلية والنفسية نعم أدلة القاعدة نعم وأصلها أدلة القاعدة وأصلها قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وهو حديث صحيح مشهور أخرجه الستة من حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أصل القاعدة نعم ما رواه البيهقي أصل هذه القاعدة إنما الأعمال بالنيات هذا أصل عظيم جدا وحتى كثير من كتاب القواعد وعلماء القواعد قالوا إن هذا الحديث هو أصل هذه القاعدة لكننا بينا قبل قليل أن النية أخص من المقصد ولهذا صاغوا القاعدة بهذه الصياغة الحكيمة والدقيقة والمركزة والدقيقة فقالوا الأمور بمقاصدها نعم ثانيا ما رواه البيهقي من حديث أنس رضي الله عنه لا عمل لمن لا نية له نعم ثالثا ما رواه القضاعي في مستد الشهاب من حديث أنس أيضا نية المؤمن أبلغ من عمله وفيه عن نواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه نية المؤمن خير من عمله ونية الفاجر شر من عمله رابعا ما أخرجه في الصحيحين ما أخرج ما أخرج في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاصن رضي الله عنه إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها حتى ما تجعل في إمرأتك نعم خامسا ما ورد في الصحيحين من حديث ابن أباس رضي الله عنهما ولكن جهاد ونية إذن كل هذه أدلة وقواء ومستندات وأصول استخرجت منها هذه القاعدة قاعدة كلمتين كلمتين فقط صيغت بها بهما هذه القاعدة طبعا عندنا نصوص من القرآن الكريم مفروض المؤلف هنا كان يأتي بالنصوص من القرآن الكريم أولا قبل السنة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الله تعالى يقول أيضا قل الله أعبد مخلصا له ديني لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين وهكذا هناك أدلة إذن هذه القاعدة لها أدلة ولا يوجد شيء كما قلنا يقبله العقل إلا إذا كانت له أدلة طيب أمثلة تطبيقية وهذا هو العنصر الثالث من عناصر تناولنا لهذه القواعد قلنا سنتناول التعريف والمعنى العام ونتناول الأدلة التي هي خاصة بكل قاعدة ثم نتحدث عن أمثلة تطبيقية لكل قاعدة من هذه القواعد ثم نبين القواعد المندرجة تحت كل قاعدة خصوصا أن هذه قواعد كبرى ثم نتحدث عن مستثنيات القاعدة ما يستثنى من القاعدة ونعلق حينئذ على هذه المستثنيات من الأمثلة التطبيقية لهذه القاعدة من قال من التقط لقطة بقصد أخذها لنفسه تعرفين اللقطة اللقطة هي الشيء التائه الموضوع في الطريق الذي يراه الإنسان ثم يأخذه وهو ليس له واحد لأ مثلا عشر دولار في الطريق أو لقي أقيا من الزهب أو خاتما من الزهب أو غوش الزهب في الطريق فأخذها هذا يسمى إيه؟ تسمى لقطة اللقطة هذه لها أحكام في الفقه الإسلام يعرفها واختلفوا في مدة التعريف هل شهر شهرين ثلاثة سنة وبعد ذلك يجوز له أن يأخذها أو لا يمكن أن يأخذها بل يتصدق بها لبنية صاحبها هناك كلام حولها يعرفها يعرف الناس أنه عنده كذا وكذا وهكذا يعني يعرفها لمدة من المدد ولا يجوز له أن يأخذها طيب من التقط لقطة بقصد أخذها لنفسه كان غاصبا لماذا؟ لأن نيته أخذها نية الغاصب هذا أو الملتقط أخذ هذا هذه اللقطة وعليه ضمانها إذا تلفت أنا لقيت الآن جوال في الشارع واتضح أن هذا الجوال ملك العبدال نعم وعبدالله جاءني في اليوم التالي وأنا أخذت الجوال بنية الغصب أننا سوف أخذ هذا الجوال لي فإذا تلف وعبدالله جاءني في اليوم التالي وجد الموبايل قد تلف فعليه ضمانه لماذا؟ لأنني غصبته أخذته لنفسي نية كانت هي أخذه لنفسي ومن ثم علي الضمان إذا تلف هذا الجوال ولو التقطها بنية حفظها بنية هنا الأمور بمقاصدها بنية حفظها وتعريفها وردها لصاحبها متى ظهر كان أمينا فلا يضمنها إذا هلكت بلا تعد منه عليها أو تقصير في حفظها إذا تلفت بسبب جائحة من الجوائح نزل عليها ماء من السماء حدثت لها أي مشكلة في حد يعني داس عليها دون أن يعني تنبه فهذا لا يضمن لماذا لأنه أخذها بنية تعريفها والحفاظ عليها وتلفت بغير تقصير منه ولا سبب سبب منه يعني ومن ثم ليس عليه الضمان في هذه الحالة يبقى اختلفت الأحكام بالنية ولا لا اختلفت الأمور بمقاصدها هنا أم لا بمقاصدها نكتفي بهذا المثال حتى نختصر على أنفسنا لأن هذه القاعدة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنية فقد عقد المؤلف وكل من ألف في هذه القاعدة في الحقيقة سواء في المزاهب كلها كتب المزهبية في القواعد أو في الكتب العامة التي ألفت بشكل عام عقدوا يعني حديثا مستفيدا حول النية وطبعا من أعظم ما ألف في هذا الموضوع كتاب الإمام القرافي الأمنية في إدراك النية الأمنية في إدراك النية والكتاب مطبوع ومتداول وأنا أنصح إخواني وأخواتي أن يطالعوا هذا الكتاب كتاب عظيم جدا الإمام القرافي طبعا عاش في القرن السابع الهجري وهو من أئمة الإسلام العظام رجل مالكي صحيح لكنه أعظم من أن يحتويه مذهب عقلية جبارة عميقة عظيمة مرتبة مهندسة يعني كتب كتبا وترك تراسا تغالي به الأمة الإسلامية على غيرها من الأمم وطبعا هو استفد في هذا الكتاب من شيخه العز بن عبد السلام لأن العز بن عبد السلام له كلام غير مسبوق عن النية في كتابه القواعد الكبرى أظن في المجلد الثاني من هذا الكتاب تحدث حديثا مطولا ومبدعا عن النية ما يحتاج إلى نية وما لا يحتاج معنى النية النية قبل العمل أم أثناءه أم بعده تغير وتحول النية أثناء العمل وهكذا تذكر تفصيلات كثيرة واستفاد منها الإمام القرافي لأنه التلميذ الأنجب للعز بن عبد السلام وأضاف عليها في هذا الكتاب القيم الأمنية في إدراك النية كتاب مهم جدا ومطبوع متداول وموجود على الإنترنت فمن هنا بدأ المؤلف في الحديث عن النية يقول لما كان القصد يأتي بمعنى النية وهو المعنى المراد في قاعدتنا هذه فما معنى النية وما حقيقتها ده شيء طبيعي جدا إذا كانت القاعدة متعلقة بالنية أو جزء كبير منها متعلقة بالنية فلابد من الحديث عن النية وتفصيل القول فيها ما معنى النية نية طبعا في اللغة وفي الاصطلاح رأي شيخ ورق النية نعم النية في اللغة مصدر الفعل نوا ينوي كضرب يضرب وأصلها نفية على وزن فعله اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأضغمت في الياء فصارت نية ومعناه العزم على الشيء يقال نويت نية أي عزمت والنية الوجه الذي تنوي أي تقصده نعم يبقى كلمة نية نعم أصلها الصرف نوية نوية على وزن فعله نعم فأضغمت الواو في الياء نعم ثم صارت هكذا نية نعم وهذا يدلك على أهمية علم الصرف علم الصرف مهم جدا وانا أرى أن علم الصرف استفادة الفقيه بينه والمتعامل مع النص الشرعي أكثر بكثير جدا من علم النحو لأن علم الصرف يتعلق ببنية الكلمة وهذه البنية لها دلالات ولها انعكاسات ولها آثار في استنباط الحكم الشرعي والوصول إليه فعلم الصرف علم مهم جدا جدا أنا أعتبر أهم علم من علوم اللغة العربية في بالنسبة للفقيه يليه طبعا علوم البلاغة بشكل عام يليه علم الدلالات وعلم الدلالات أصلا جزء منه صرف يتعلق ببنية الكلمة نعم فهنا أصلها نوية ثم أضغمت الواو في الياء فصارت نية وهي معناها من العزم على الشيء نويت نية أي عزمت والنية الوجه الذي تنويه أي تقصده فهذا هو معنى النية في اللغة النية في الاصطلاح لها معنيان معنى عام ومعنى خاص أولا النية بمعناها العام هي انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا أيها هذا هو المعنى هذا هو المعنى العام للنية في الاصطلاح وهذا ما يوجد في أشباه الصيوتي وابن نجي انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا في الحال أو في الاستقبال في الواقع أو في المستقبل في الزمن الحالي أو الزمن المستقبل المهم النية هي انبعاث انبعاث القلب إرادة القلب أن يريد الإنسان ولذلك ألفظ الإرادة في القرآن الكريم يجب أن نتعرف إليها إرادة الله في القرآن يريد الله والله يريد هذه كلها مرادات إلهي ينبغي أن ندر معها وأن نتعرف إليها ونتلمسها في القرآن الكريم لكي نمتثلها ونحقق مرادات الله فينا نعم بمعناها الخاص النية بمعناها الخاص هي قصد الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإيجاد الفعل أو امتناع عنه نعم يبقى النية بمعناها الخاص قصد التقرب إلى الله نعم قصد الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإيجاد الفعل أو الامتناع عنه نعم المأمور والمأمور لأن فعل التكليف نعم يساب عليه الإنسان نعم كما يساب على الامتناع عن المحر نعم فعل الواجب يساب عليه كالامتناع عن المحرم ولهذا عرفه الواجب بأنه ما يساب على فعله ويعاقب على تركه وعرفوا الحرام بأنه ما يساب على تركه ويعاقب على فعله هذا من أنواع التعريفات التي عرف بها الواجب والمهر فالنية بمعناها الخاص قصد الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهذا يدخل في جل أبواب الفقه الإسلام صح أو لا صحيح والإمام الشفعي يقول إن حديث النية يدخل في سبعين بابا كما أشرنا وقال غيره يدخل في سلاسين بابا وابن نجيم جعل للنية في الأعمال الأخروية قاعدة من قواعده الكبرى وهي قاعدة لا سواب إلا بالنية لكنها تختص بالجانب الأخروي العبادي منها طيب ما حكم النية هذا هو تعريف النية ما حكمها هل تجب هل تندب هل تحرم ما هو حكم النية النية قال عبادة مشروعة وقد اختلف في كونها اختلف في كونها ركنا أو شرطا أو هي ركن في بعض العبادات شرط في غيرها شوفوا لأهمية النية اختلفوا هل هي ركن في العمل أو هي شرط في العمل أو هل هي ركن في بعض الأفعال وشرط في بعضها الآخر وهذا يدلك على أن النية محلها عظيم ومكانتها سامية وخطرها واضح في الأفعال والأقوال طيب ما هو الغرض من النية ما النية من النية ما المقصد من النية لماذا ننوي أولا نحن نمتسل أمر الله سبحانه وتعالى ننوي لأن النية مأمور بها وربما توجد بعض الأعمال أو كثير من الأعمال لا يصح إلا بالنية خلاص هذا أمر الأمر الآخر ابتغاء الأجر والسواب من الله سبحانه وتعالى لأن بقدر ما تعظم نيتك يكون السواب والأجر من الله أنت الآن تجلس في درس علم لماذا تجلس؟ هل تجلس لمجرد الاستماع وخلاص؟ تقضي وقتا؟ أم تجلس لكي تزداد علما؟ تجلس لكي تجلس في مجلس علم وهو من مجالس الذكر تحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة ويذكرك الله سبحانه وتعالى في من عنده يا للفوز العظيم حينما يذكرك الله أنت أيها العبد الضئيل الضعيف المحتاج يذكرك الله في الملائك الأعلى تجلس هذا المجلس من أجل أن تتعلم أحكاما شرعية وتتفقها في أمور دينك بما يكون له انعكاس على تصرفاتك وأفعالك بعد ذلك فتأتي الواجب وتنتهي عن الحرام وتتقن أعمالك هنا هذه الفوائد طبعا كلها ليست مذكورة في الكتاب المذكور في الكتاب هنا أننا نهتم بالنية لأنها تحقق أمري هذا الوارد في الكتاب الآن الذي سأقوله الآن الأمر الأول تمييز العبادات عن العادات أن النية تمييز لنا العبادات من العادات عن العادات يعني واحد صام يوما هل صامه استشفاءا من أجل أن تتحسن صحته صحيح ولا صامه من أجل أن يباعد الله وجهه به عن النار سبعين خريفا ويتقرب به إلى الله الأول عادة والثاني عبادة ميز أم لا النية ميزت واحد اغتسل يوم الجمعة تنظفا من أجل أن يتنظف ويشعر بالانتعاش وكذا وواحد تاني اغتسل يوم الجمعة لأنها سنة غسل يوم الجمعة هذا الأول عادة والثاني عبادة فيه فرق ولا ما فيه فرق هناك فرق طبعا بالتأكيد واحد توضأ من أجل أن يقدد نشاطه ويصحو ويستيقظ وهناك من توضأ لكي يكون دائما على طهارة ويلتمس الأجر والسبب من الله بالوضوء ومن أجل أن يكون مستعدا ومهيئا للصلاة إذا دخل وقتها إبقى فيه فرق ولا ما فيه فرق النية هنا ميزت بين العبادات وبين العادات أيضا النية تميز بين العبادات بعضها وبعض يعني واحد صام يوما تطوعا والآخر صام يوما قضاءا قضاءا قضاء رمضان الأول نافل والثاني فرد واحد صام استشفاءا كما قلنا في البداية لكن هذا يدخل في باب العادات نحن نتحدث هنا عن أن النية تميز بين العبادات بعضها وبعض واحد صلى صلاة صلاة قيام الليل وصلى مرة أخرى نزرا قال لئن نجان الله من هذا المرض لأصلين ليلة كاملة من بعد العشاء إلى إلى الفجر يبقى داء المفروض هنا ميز النية تميز بين الواجب وبين المندوق صلاة الليل العادية هي نافلة ومن الليل فتهجد به نافلة لك والصلاة الأخرى هي صلاة واجبة لأنها نزر وكذلك في الصيام نفس الوضع فإذن العبادات هنا ميزت لنا بين العبادات والعادات النية عفوا ميزت لنا بين العبادات والعادات وميزت لنا بين العبادات بعضها عن بعض طيب هل من العبادات ما لا يحتاج إلى نية هل هناك عبادة من العبادات لا تحتاج إلى نية طبعا أي واحد سيسأل هذا السؤال سيقول نعم سيقول لا أن كل عبادة تحتاج إلى نية صح و لا وخصوصا في العبادات لا هناك أمور لا تحتاج إلى نية وهذا ما يحتاج المسلمون أن يتفقه فيه هناك جماهير المسلمين لا يعلمون هذا الكلام كل ما يعلم أن الأعمال بالنيات صحيح لكن هناك أشياء لا تحتاج إلى نية يعني السلام من الصلاة هل يحتاج إلى نية بعد أن تنتهي هكذا من التشهد وأنت جالس في الجلس الأخيرة في الصلاة تقول بعد أن تنتهي من التشهد نويت أسلم الآن لأخرج من الصلاة الخروج من الصلاة لا يحتاج إلى نية إزالة النجاسات في المذهب المالكي لا تحتاج إلى نية وأيضا هنا كما ذكر المؤلف قال لما كانت النية مشروعة لتمييز العبادات عن العادات فإن العبادة التي لا تكون عادة ولا تلتبس بغيرها لأنها عبادة خالصة لا تشترط فيها النية الإيمان بالله هل يحتاج إلى نية لا يحتاج إلى نية تقول نويت أن أؤمن بالله يعني كلام مضحك يعني نعم نويت أن أخف من الله نويت أن أرجو الله لا هذه لا تحتاج لماذا؟ لأنها لا يختلط بها شيء لا توجد معاني أخرى ونوايا أخرى تختلط بها وبالتالي أي إنسان يتلبس بها لا يحتاج إلى نية لأنها نيتها واحدة لا تحتاج لكن إذا كانت الأمور مثلا مختلطة وتحتاج إلى التمييز كما ذكرنا في الأمثلة السابقة فلابد من وجود النية في رمضان وأنت داخل رمضان وأنت داخل النهار رمضان وصائم هل يحتاج هذا إلى نية؟ خلاص هو أصلا رمضان نهار رمضان لا يحتمل شيئا آخر غير الصيام المفروض هل هناك صيام آخر يمكن أن يكون في رمضان؟ صيام نازرة أو صيام نافلة؟ لا يمكن ولهذا ذهب البعض إلى أنه لا الأزان هل يحتاج إلى نية؟ لا يحتاج إلى استحضار سواب الأزان المؤزنون أطول الناس عناقا يوم القيام وتحشر مع بلال رضي الله عنه ومع الصالحين من عباد الله خطبة الجمعة غسل الميت الخروج من الصلاة كل هذا لا يحتاج إلى نية والإمام بن عبد السلام فصل في هذا كثيرا في كتابه القواعد الكبرى ونقل هذا الكلام تلمزه الإمام القرافي في الكتاب الذي أشرنا إليه الأمنية في إدراك النية تعيين النية ومتى يشترط متى تعين النية وهل تشترط في كل عبادة بحيث إنها تجوز بنية مطلقة أو لا تجوز بنية مطلقا قالوا لما كانت العبادات منها ما يكون وقتها ظرفا للمؤدى بمعنى أن الوقت يسعه ويسع غيره يسعه ويسع غيره يعني أنا مثلا الآن بين صلاة الظهر والعصر هذا وقت الظهر نعم صح ولا لا صحي يسع غيره من الصلاوات أم لا بين الظهر الظهر أنا افترض أنه الساعة الوحيدة نعم والعصر الساعة الرابعة عندنا كم ساعة ثلاث ساعات ثلاث ساعات هل هذه الثلاث ساعات يؤدى فيها الظهر فقط أم تسع أن يؤدى فيها صلاوات أخرى صلاوات نوافل صلاوات قضاء سوابق صلاة جنازة أداء نزر من الصلاوات يسع أم لا يسع ما يسع غيره من جنسه لا بد فيه من الني الله لا بد فيه من الني وما لا يسع لا تشترط فيه الني نحن انتهينا الآن من وقت صلاة الظهر وبقي على العصر خمس دقائق هل هذه الخمس دقائق تسع صلاة غير الظهر لا تسع ومن ثم لا تحتاج إلى نية خلاص لأنه هو النية واحدة نعم داخل نهار رمضان نفس الشيء فما يكون وقتها ظرفا للمؤدى بمعنى أن الوقت يسعه ويسع غيره من جنسه كالصلاة فهذا النوع من العبادة تاجب فيه تعيين النية بلا خلاف فمن أراد الصلاة يجب أن يعين ما يريد أداءه إن كان فرضا أو نفلا أداءا أو قضاءا ظهرا أو عصرا إلى آخره ومن العبادات ما يكون وقته معيارا للمؤدى كصوم رمضان وهو ما يسميه الأصوليون بالواجب المضيئ فوقت العبادة وهو من طرع الفجر إلى غروب الشمس لا يسع غير صوم واحد فهذا في تعيين النية فيه خلاف عند الحنفية قالوا أن تعيين النية ليس بشرط وعند الشافعية اشترط التعيين لتمييز رمضان من القضاء والنزر والكفارة نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونستأنف حديثنا عن النية إن شاء الله وما يليها في الحلقة القادمة نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأشكركم لصبركم علينا وحسن استماعكم شكر الله لكم وبرك فيكم وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة لكم منا التحيات والدعوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة